بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه نحن كنا نرى في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام مسارا يشبه مسارنا في الحياة يشبه ما نسمعه من قصص الحياة خاصة في هذا العصر الصعب جدا الذي يهاجر فيه الناس من أوطانهم قسرا ويخرجون من بلادهم قهرا ويذهبون إلى بلاد بعيدة قد تخالفهم دينا ومعتقدا ومذهبا واتجاها وقد يجدوا فيها من يكرههم ويبغضهم بغضا شديدا وقد يجدوا فيها من يتآمر عليهم ويكيد لهم بالليل والنهار كما نشاهد الآن في كثير من البلاد حيث توجد العنصريات وتوجد الحزازيات الدينية والمسلم المهاجر إلى هذه البلاد يجد نفسه بين نارين لا وطن يأوي إليه فيعود ولا بلاد تستقبله استقبالا كاملا فكيف بشخص يجد نفسه يحتاج أن يقيم علاقة سوية يقود فيها مجتمعات مختلفة الأهواء والمنازع والمشارب وخاصة إذا كانت تلك البلاد أصلا فيها نزاع انقسامي داخلي مثل المدينة المنورة إذ الصراع بين الأوسي والخزرج كبير واليهود كانوا موجودين ويشتغلون على زيادة هذه الصراعات والانتفاع من هذا الصراع بتأييد هذا الفريق أو ذاك وهذه البيئة تجد بعض الناس كانوا قد وعدوا بأن يكونوا ملوكا لهذه البلاد فلما جاء المسلمون إليها أزيحت التجان عن رؤوسهم فوجدوا في أنفسهم حقدا وغلا وظهرت فئة المنافقين ووجد المسلمون أنفسهم والرسول عليه الصلاة والسلام نفسه بين نيران متعددة وخيارات صعبة وانفجار الصراعات الموجودة بين الأوسي والخزرج يا للأوسي يا للخزرج والاستعداد لاستعادة أيام القتل والقهر الموجودة بين الناس وكيد المنافقين المستمر وحملاتهم الشعواء على المؤمنين وعلى المسلمين وتحريضهم لمن يوافقهم في الهوى ويوافقهم في المزاج من المشركين الذين كانوا موجودين في المدينة هذا الجو الملتهب الذي يعيش فيه الإنسان المهاجر ليس فقط غربة الوطن ولكن أن البلاد الجديدة الاستقرار فيها ليس هينا في بيئة صراعاتها الداخلية البينية كثيرة فكيف بصراعاتها مع الغريب الذي جاء من خارج هذه المنظومة إذن لما يجد الإنسان المهاجر نفسه في مثل هذه الأوضاع المعقدة ويبحث على القدوة سيجد الرسول عليه الصلاة والسلام قدوته والصحابة قدوته فقد انتقلوا من وطن إلى وطن وعاشوا تجربة جديدة بعادات وتقاليد وصراعات وأفكار وحساسيات ومؤامرات كلها تدور حولهم في البيئة الجديدة التي يعيشون فيها كيف سلكوا؟ كيف مروا بهذه التجربة الصعبة؟ كيف انتصروا في هذه التجربة الصعبة؟ مسار مهم جدا لمن يريد القدوة والقدوة في الرسول عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هكذا نرى الرسول صلى الله عليه وسلم من زاوية أخرى هي زاوية الإنسان الذي يهاجر لبلاد جديدة ثم يجد أنه انتقل من صراع إلى صراع ومن تحدي إلى تحدي آخر ويواجه هذه الصراعات كلها باليقين بالله عز وجل والأمل والعمل والتفكير والتخطيط والدعاء المستمر بالنصر والدعاء المستمر بالفلاح والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر